في رأيي أنه من الأحسن أن الحكومات نفسها هي تكون قائدة لأي تكنولوجيا جديدة ولتشريعاتها ولطرق استخداماتها وهي من تضع يعني الخط الحديد للقطار أن يذهب فيه لأن ما هو الالترنتيف؟ البديل هو أنه سوف يجد الناس طريقة للتعامل مع هذه العملات المشفرة وبالتالي سوف يتعرضوا لعمليات النصب وغيره لأن هذه الشركات الصالح والطالح لأن ليس هناك آلية للتفريغ بينهم فبالتالي أفتكر أن هذه العراء تعكس ذلك أنا أعرف أنه في بعض الأماكن كان حتى استخدام الموبايل أو الفاكس زمان كان ممنوع بالقانون طبعا بعد شوية أنه الدول اكتشفت ناسا أنه حتى هذا المنع كان ربما كان مبالغ فيه بعض الشيء وأنا أفتكر أن هذا سوف يتغير في السنتين أو ثلاثة القادمة